اهلا بكم مشاهدين الى فقرة ضيفة ظهيرة نخصصها للحصيلة الاقتصادية للمهرب عام 2023 الذي نستعد لتوديعه ينضم الينا الاستاذ الدريس العسوي المحلل الاقتصادي اهلا وسهلا بك استاذ ماهي في نظركم اهم التحديات التي واجهت اقتصاد المملكة خلال العام 2023 اهم التحديات هي تغيير الازمة الاقتصادية في عاشها الاقتصادية بعد كوفيدا واريد كذلك اضيف مسئلة التدخم التي وصلت الى حدود 8% وهذا رقم قياسي وهناك كذلك العاطالة اي اشكالية تشغيل الشباب في مجموع التراب الوطني لكن الحلول كانت موجودة واستطاع المغرب فعلا ان يتجاوزها بكثير من الحنكة والعمل الدؤوب لرفع هذه التحديات طيب هذا هو سؤال الموالي كيف واجه الاقتصاد الوطني مجموعة هذه التحديات تحدثتم عن ارتفاع نسب التضحهم ايضا نسب العطالة وكذلك تداعيات ربما الازمة الاقتصادية التي يعيشها العالم او الضرفية لنقل الاقتصادية التي يمر منها العالم كيف واجه الاقتصاد الوطني مجموعة هذه التحديات خاصة وان التالت والاخير من هذه السنة جاء او حدثت فيه فاجعة الحوز التي كلفتنا خسائر بشرية وايضا فاتورة اقتصادية كذلك اعتقد بانه ما وقع في منطقة الحوز هذا الزلزال كان فضيعا فعلا كما قلتم ولكن استطاع المغرب بحكمة المالك محمد السادس وعمل المجتمع المدني والمجتمع السياسي بصفة عامة لمواجهة هذه التحديات واهم شيء اعتقد هو السرعة في تقديم المساعدة للمتضررين مباشرة في مواقع الزلزال واهم شيء كذلك هو ان بعد اسبوع بعد هذا الزلزال جاءت اجتماعات صندوق الصندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي شرت في مدينة مراكش وكانت مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد المغربي حيث ان صندوق النقد الدولي قدم قرضا بدون فوائد لمدة عشرين سنة لمواجهة ذلك وهنا كذلك مجموعة من الاجراءات التي تم اتخاذها جعلت من الاقتصاد المغربي قادرا على ان يتحدى كل هذه الصعوبات وهنا كذلك اعتقد ان اهم شيء هي ان الاقتصاد المغربي او الدولة المغربية كانت لها انجازات قوية على مستوى القطاع السياحي مثلا لان في القطاع السياحي وصلنا الى ارقام مهمة جدا حيث انه وصلنا الى 13 مليون سائح في حدود هذه الفترة وهذا مسألة ليست بالهينة ولكن كانت مهمة جدا نظرا لان الحكومة الغريبية تخذت قرارات مهمة بالنسبة للقطاع السياحي وللعاملين في هذا القطاع فبالتالي اعتقد ان هذه الاشكالات ستم تجاوزها لكثير من الحنكة والعمل طيب بالعودة الى تحدي التشغيل عدد العاطلين في المغرب وصل الى مليون وستمائة وخمسة وعشرين الف شخص هذا الرقم هو رقم رسمي ورقم قياسي نسبة البطال ارتفعت الى 13.5% اي انها ارتفعت بنقطتين خلال عام واحد هذه النسب وهذه الارقام لم يتم احصاؤها خلال ال 10 سنوات او لنقل ال 15 عاما الماضية علما ان الحكومة اطلقت عددا من ربما المبادرات الهادفة الى تحفيز الشباب وايضا الى التشغيل الذاتي كيف تقرؤون الارقام او نسب البطالة المرتفعة وما يجب ان يبدل من مجهود لاحتوائها اعتقد بانه نسبة العطالة كانت قوية كما قلتم ولكن علينا ان لا ننسى بان الاقتصاد المغربي واجه اشكالية كبيرة بعد ازمة كوفيد 19 فاعتقد بانه اهم شيء هو ان الاقتصاد المغربي حاول ان يتفوق على هذه المشاكل خصوصا من خلال مبادرات هناك برنامج فرصة ولو انه كان محدودا في بعض الامور لكنه استطاع ان يفتح المجال امام الشباب وهناك كذلك مبادرات اخرى ترتبط بدعم المقاولة الداتية والتشغيل الداتي للشباب المغاربة وهذه كلها اجراءات علينا ان ناخدها بين الاعتبار وهناك كذلك اعتقد بانه ما يفتح افاقا قوية وجدي كبيرة هي ان المغرب تم اختياره مع اسبانيا مع البرسغال ومع كذلك بعض دول امريكا اللاتينية لتنظيم نهائية كأس العالم وهذه كلها اشارات قوية تعطي لاقتصاد المغربي القدرة ليخطول الى الامام ليكون من بين الدول القادرة على رفع هذه التحديات بكثير من الحكمة كما قلت لك وهذا ما نتمنى نتمنى المزيد من التعافي وايضا المزيد من الصمود والمزيد من الارقام في منحا ايجابي يحققها الاقتصاد الوطني العام المقبل شكرا جزيلا لك الاستاذ دريس العسوي المحلل الاقتصادي اشكرك مرة اخرى كنت ضيفنا في ضيف الظاهرة نهاية فقرة ضيف الظاهرة لكن الاخبار متواصلة على قناتكم ميجين تيفي ارجو ان تتفضلوا بالبقاء معنا الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة